رخصت السلطة الألمانية والإيطالية للشركات بفتح حسابات بالروبل لمواصلة شراء الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات المفروضة على موسكو ذلك بعد مناقشات مع الاتحاد الأوروبي وأفدت وكالة ريترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين برلين أبلغت الشركات الألمانية بإمكانية فتح حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات طالما أن المدفوعات التي يسددونها إلى غاز برونبونك ليست بالعملة الروسية ذات الوكالة نقلت عن مصدر الحكومي أن الحكومة الإيطالية ناقشت مع المفوضية الأوروبية وتلقت توضيحا بشأن كيفية شراء الغاز الروسي بشكل قانوني وذلك قبل أن تبدأ شركة إهن الإيطالية إجراءات فتح حسابين أحدهما باليورو والآخر بالروبل ترجمة نانسي قنقر